الراجل يعني مش مبسوط قوي من عمر فرج وما اتقل وانا عايز عمر فرج قالوا له احنا هنجيب عمر فرج وهو هيتحسب لعب مصري وبيلعب في منتخب فلسطين وبيلعب محترف في السويد فوافق على وجود عمر فرج لانه في النهاية هيحسب لعب مصري لكن غد لوقتي لو عمر فرج جامد كان لازم على اقل لي شارك يعني هو شارك في السوبر افريقي في جزء من اللقاء وكان احد اسباب هدف التعادل يعني لكن هو لعب قوي مش مهاري اوي لكن مش مبين اوي انه هو يقدر يلعب لانه ما يكون لعب بيلعب في المتخب الفلسطيني ولعب في السويد ما ينفعش يكون فيه خمس تغييرات كمان ما يكونش من خمس تغييرات ويكون لعب ناشئ هو اللي يتغير على اقل يكون لعب اساسي وحتى لو مش اساسي يكون لعب مهم في تغييره يعني فالغد لوقتي مش مقنع مش لاك كمان عايز اقول لكم الجمهور بيتفرج على مش لاك مش مقتنع بمشلاك لغادي الوقت لأنه العيب مش مهاري وكل التركيز على أنه سريع لغادي الوقت ما بينش اللي اتنين ولا بين سرعته ولا بين إمكانياته ولا قدراته ولا صنعته يعني وبيضيع فرص سهلة وفي مشكلة مع مشلاك وحتى الجمهور يعني بيقول بيتساءل إيه الفرق بالمشلاك مثلا وإبراهيمان ضاي اللي مشي يعني إبراهيمان ضاي اللي مشي اللعب السنغالي اللي رحل عن الفريق على أقل كان بيلعب على أقل كان بيقدي على أقل كان بيلعب بدماغه وينط الجمب بتاعه عالي جدا يعني على أقل يعني لازم ما أجيب مشلاك أحس بالفارق خصوصا أن مشلاك جيه ببلاش كان بيلعب في الدولة السعودية الدرجة التانية وكمان المبلغ المدفوع رئيسنا دي أحد هو اللي دفعه من جيبه الخاص وبالتالي هو جاي ببلاش فلكن في واحد جاي ببلاش برضه محمود بن تايك جاي ببلاش جاي من سان تتيان قاله للزمالك خدوه مش هندفعك ولا جنيه بس ادفعوا له الراتب بتاعه اللي هو عايزه وده اللي حصل ومحمود بن تايك جيه بصراحة أقنع الجميع لعيب باكليفت كويس جدا لعيب عنده قدر على أنه هو يكون متطور ملتزم لعف مطشط التئي لبان الأسبوع اللي جاي يا جماعة وقولا وحدا فتوح هيكون موجود مع الفرقة أحمد فتوح هيكون موجود في مباراة البنك الأهلي خلاص هو بيتمرن دلوقتي ومفيش حاجة تمنع فتوح أنه هو يكون متواجد في أول مباراة في الدولي يوم الجمعة اللي جاية أمام البنك الأهلي واعتقد فتوح هيبقاله مكان تاني غير الباكليفت لأنه خلاص زي ما يكون محمود بن تايك قدر في الماتشاط اللي فاتت دي أنه هو يثبت نفسه في المكان ده سواء في الماتشاط كبيرة اتنين ماتشين أهلي وماتش أمام بيرامتز ترجمة نانسي قنقر